انا ممكن اتفهم ان الناس تسقف بصوت عالي في السينما تغيص بصوت عالي في السينما تعيط بصوت عالي في السينما لكن ان الناس كلها في بداية الفيلم تعمل سييييييييييييي ده بمناسبة اين شاء الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي احنا اتكلم عنه النهاردة هو سبايدر مان نووي هوم الفيلم رقم 27 في عالم مارفل السينمائي والفيلم المتمم لثلاثية سبايدر مان داخل العالم واعتقد انه من الامن جدا اننا نقول انه هو كان اكتر فيلم منتظر السنادي بسبب تأكدنا من انه الفيلم اللي هيقدم لنا مفهوم المالتيفيرس وما ترتب على ذلك من نظريات وتوقعات اللي مارفل نجحت في انها اتدخلنا السينما واحنا مش متأكدين منها وده بيخلق عندي تحدي كبير في المراجعة دي ازاي اتناول كل النقط اللي انا عاوز اتكلم عنها من غير محرق لذلك المراجعة بتاعتنا هتبقى مقسومة لنصين فيه نص هنتكلم فيه عن كل ما يمكن الحديث عنه من غير حرق وبعدين في الاخر بعد التقييم هيكون فيه فاصل قصير وبعدين هنتكلم بحرية حرق بس اتناء النص الاول ده هنحرق في افلام تانية ومن غير حصر قوي احنا مش هيكون عندنا حرص في اننا نتجنب الحرق في اي فيلم سابق داخل عالم مارفل السينمائي بما فيها فيلم سبايدر مان اوي فروم هوم اللي احدثنا بتنطلق ثواني بعد نقطة نهايته ميستيريو فقع البومبة الكبيرة كشف الشخصية الحقيقية لسبايدر مان وانه بيتر باركر وورطه كمان في عدد مش بسيط من الجرائم واللي عمله ده كان ليه اثر مرعب على حياة بيتر وكل الناس اللي حواليه لذلك بيتر بيروح لدكتور سترينج وبيطلب منه تدخل سحري لاعادة حياته لشكلها الطبيعي دكتور سترينج بيبدأ في تعويذة هدفها ان كل الناس تنسى ان سبايدر مان هو بيتر باركر وفي منتصف التعويذة دي بيتر بيتدخل لان فيه شوية ناس في حياته يهموا انهم ما ينسوش ان هو سبايدر مان والتدخلات دي بتتسبب في كارثة وهي استدعاء عدد من اشرار سبايدر مان ولكن مش من عالمنا ده من عدد من العوالم الاخرى ودكتور سترينج بيشوف ان من المهم اعادتهم لعوالمهم في اسرع وقت ممكن ولكن بينشب صراع ما بينه وما بين بيتر باركر لان على ما يبدو عنده رأي تاني فيطرائه اللي حيحصل صعب قوي نبص على فيلم سبايدر مان نووي هوم على انه فيلم سينما يكفي بس ان الناس تشوف شكل السينمات واللي بيحصل جواها عشان تتأكد من الفكرة دي انا مبارح حضرت اكتر حفلة سينما مجنونة في حياتي طهيس وتسقيف وسريخ وما فيش اي حاجة من دي كانت مزعجة لاني مش شايف ان فيها مبالغات احنا فعلا طول احداث الفيلم مترقبين عاوزين نعرف اللي احنا توقعناه وحسبناه هيحصل ولا لأ وطريق الترتيب الاحداث كل اللي بتعمله انها بترفع جدا من التوقعات دي لدرجة ممكن تخلينا ما نخدش بالنا ما نخدش بالنا من حاجات كتير قوي رائعة كانت موجودة في الفيلم وشوية حاجات تانية مش بالضرورة كانت جيدة سهل جدا ما نخدش بالنا من اخلاص الفيلم ده لفلسفة البطل الخارق داخل عالم مارفل السينمائي باعدة التأكيد على ان البطل الخارق ده شخصية ملعونة مطلوب منه عدد مخيف من التضحيات وتحمل مسئولية كل حاجة بتحصل بشكل خاطئ في حياته مع الاستمرار دائما في تأدية واجبه شخصية البطل الخارق في عالم مارفل شخصية تعيسة بتقدم لنا مواجهات ومفارقات ومغامرات بتسلينا كتير وبتدحكنا كتير لكن النتيجة في النهاية دايما بتكون مبكية ده موجود بافضل صورة ممكنة في سبايدر مان نووي هوم بتحكم رائع في الايقاع من مخرج الفيلم جون واتس فيلمنا بيستكشف اخف وقلطف التسلسلات اللي ممكن نتخيلها في حياة بيتر باركر وبيتوغل بشدة فيما هو اشدها اظلاما وده تحدي صعب قوي يا جماعة واحنا لسه معديين بفيلم خيش بشكل سيء جدا بسبب التحدي ده فيلم هاوسوف جوتشي وعدم قدرته على التنقل السلس ما بين الهزل والجد رغم ان مخرجه اكبر واهم بكتير من مخرج فيلمنا النهاردة اللي تضاف لانجازاته قدرته على تجديد نفسه في مشاهد الاكشن ده واحد عمل فيلمين بالفعل لنفس الشخصية في نفس العالم يعني مش بس مش متوقع منه انه يحاول يجدد في مشاهد الاكشن هو الحقيقة مش مطلوب منه ده ومع ذلك اللي قدمه في الفيلم كان مفاجئ جدا بالنسبالي لقطات الاكشن اطول والتقطيع فيها اقل وبالاخص في النص الاول من الفيلم زوايا التصوير فيها بعض الابتكار كذلك بانه يقدم لنا اللي بيحصل من منظور شخصيتنا وده اضاف حاجات كتيرة جدا لتجربة المشاهدة ومن المرات القليلة جدا اللي بقدر فيها ان انا بتفرج على فيلم تولاثي الابعاد الحاجات دي ليها ايمة كبيرة قوي عندي في فيلم زي ده لان زي ما قلت الناس مش مستنياها احنا فاهمين كويس قوي كل اللي دخلين الفيلم ده بيدوروا على ايه بس مش حاجة لو قلت ان جودة الجوانب التقنية والفنية وكثير من الجوانب الدرامية في الفيلم فاحيان كتير نستني اللي انا جاي عشانه ده ليه بقى قلت بعض الجوانب الدرامية لان الحقيقة التحولات بتاعت القصة بتاعتنا مش احسن حاجة في الدنيا بما فيها حبكتنا الرئيسية اصلا لان هي نفسها بتتغير مرتين تلاتة داخل الاحداث بننطلق من المعضلة اللي بتقابل بيتر باركر بعد تسريب هويته ولجوءه لدكتور سترينج عشان يلاقي له حل دي بصراحة من اول التريلر وانا ما كنتش مشتريها قوي بس الفيلم بدل مجهود واخد وقت في انه يشرحها وبمنتهى الامانة نجح بشكل تام خربان التعويذة نفسها بقى من الحاجات اللي برضو ما كنتش قادر اشتريها وبصراحة الفيلم ما باعهاش بشكل جيد الفيلم نفسه قدم مقدمات بتشرح قدي ايه اللي حيحصل ده شيء حساس وجوم الاشرار وبدأ سراع جديد نقطة الخلاف الجديدة بقى ما بين بيتر باركر ودكتور سترينج برضو انا مش مشتريها قوي سيبك من فكرة احنا هناخد انهي جانب من الكنين بس الجانب بتاع بيتر باركر بالتحديد فيه اضعاف واضح جدا لقصصهم هما قصص الاشرار لان احنا عارفينها شفنا لهم افلام كاملة اتطرحت فيها خلفيتهم ورحلتهم وبعضها كان جيد جدا وبيقدم فلسفة حقيقية ورا الشخصية دي عشان في الاخر نوصل لفيلمنا النهاردة ويتم اختزالها في قرار بسيط جدا ما بين شخصيتين مش هتوغل في النقطة دي اكتر من كده وحتكلم فيها بشكل اوضح لما نيجي نتكلم بحر طالما تكلمنا عن السلبيات فاي حد بيتابع القناة عارف كويس جدا ان احنا هنجري لسؤال مهم السلبيات دي كان ليها مكافآت ولا لأ؟ طبعا كان ليها مكافآت جماعة انا بقول ان حالة الترقب اللي صاحبة الفيلم ممكن تخلي الناس ما تاخدش بالها من مميزاته اصلا فازاي ما تبقاش كافي عشان تطمس عيوبه لا تطمسها تطمسها يعني حتى محاولة الربط ما بين حتمية الاخطاء ديت مع المكافآت انا مسامح فيها تماما يكفي انك حاولت تشرحها وحاولت تتوغل فيها ورغم ان فيها ضعف كبير على الجانب الدرامي مقدرش اقول ان فيها فجوات كبيرة ده حتى اثناء ما هي بتحصل مقدرش انكر ان انا كنت مستمتع بوقتي المواقف والمفارقات والمغامرات والنكت اللي نتجت من الصراعات دي كلها نكحة جدا وكلها متقنة جدا وحتى لما كانت بتنتقل للجانب المظلم زي ما شرحت ده برضو كان بيحصل بسلاسة وبإتقان يصدر المشاعر المناسبة للمشاهد ويصدموا كمان ولكن ما يشعروش بعدم ارتياح وده على الرغم من ان كتير من قرارات الانتقال دي كانت جريئة جدا ومش بالضرورة مخلصة بنسبة 100% للي احنا نعرفه عن قصة سبايدر مان حتى باللي احنا تعرفنا عليه في مفهوم المالتيفيرس واللي كان مخوفني جدا شخصيا لاني شفت له صورة جميلة جدا في فيلم الرسوم المتحركة بتاع مايلز مورالس وبعدين شفت له صورة مع جابتنيش اطلاقا في مسلسل لوكي صورة مش محبوكة بالقدر الكافي وفيها تساؤلات اكتر بكتير من الاجابات والتريلرز بتاعت الفيلم كانت مقلقاني اكتر بس يحسب للفيلم كذلك انه تعامل مع مفهوم المالتيفيرس على انه وسيلة وليس غاية هي حاجة قدت لحاجة والحاجة اللي احنا وصلنا لها دي هي اللي مهمة واللي تعرفنا عليه عن المالتيفيرس نفسه كافي ممكن يتم الاسهاب فيه في المستقبل وتوسيعه وتعقيده بس طالما ده بيتم بشكل تدريجي ودايما بيقدي الحاجة مهمة دراميا فانا تمام قبل ما نروح للكلام اللي بحرق بقى عوز اتكلم عن اداء طوم هولن اللي هو بكل تأكيد افضل اداء لي في السلسلة كلها وده مش شيء سهل على الاطلاق لان اللي قدمه في الفيلم الاول ما كانش قليل ما كانش قليل لدرجة انه خلى اللي قدمه في الفيلم التاني مش على نفس المستوى رغم انه هو في حد ذاته اكثر من رائع فلكم ان تتخيلوا في الفيلم ده هو عامل ايبا صراعات اصعب بكتير وتساؤلات اشد حرجا المرادي اللي اختيارات اللي قدامه مش ببساطة صح وغلط دي تساؤلات لاستكشاف جانب مهم في شخصيته وهو نفسه ما يعرفوش بيفكرنا بحاجات كتيرة قوي في طريقة اداءه بيفكرنا بالطبيعة الحقيقية لشخصية سبايدر مان بيفكرنا بالصراع القدري اللي تكلمنا عنه داخل عالم مارفل للبطل الخارق بيفكرنا انه اولا واخيرا ولد صغير حقيقي اداء رائع واجمل حاجة فيه انه كمان مرة ما كانش مطلوب الناس اللي كانت في السينما مبارح ديات ما كانتش جاية تتضوق اداء تمثيلي بس مهم جدا جدا اننا كلنا نديله حقه سبايدر مان نووي هوم هو افضل فيلم في طلاثية سبايدر مان اللي داخل عالم مارفل السينمائي خلونا نطلع فارفروم هوم من الحزبة شوية نووي هوم فيه مشاكل اكتر من هوم كامينج بس فيه مكافآت كتير تعوض جدا المشاكل دي وفيه تجربة سينمائية بكل تأكيد استثنائية جماعة انا بسهولة جدا فاتني بتاع 10% من الحوار بتاع الفيلم ما بين حماسي الشخصي وحماس الناس اللي حوالي والفيلم اللي يقدر يعمل كده في المشاهدين لازم يدعوك للتأمل الفيلم فيه مشاكل درامية واضحة حتى وانا من اشد المتعاطفين معاه مقدرش انكرها بس هل احنا في حصة حساب ولا في حصة فن حنمشيها واحد زائد واحد يساوي اتنين ولا المهم الصورة الكبيرة كانت عاملة ازاي انا شايف اننا كنا في حدث فني جماهيري استثنائي وتقييمي لفيلم سبايدر مان نووي هوم هو عشرة من عشرة ومسامح كمان في العك بتوع اخر كان فيلم في عالم مارفل مناقشة الحلقة شفتوا الفيلم ولا لسه شفتوا في انهي سينما في انهي حفلة والحفلة كانت عاملة ازاي ولو لسه ما شفتهوش هتشوفوه امتى وفين وبتتجنبوا الحرق ازاي ياريت تساهموا بكل ده في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو و انستجرام ويلا بينا نخش في الحرق نبتدي منين بقى؟ نبتدي من توضيح النقط اللي ما عجبتنيش؟ يعني اين شاء الله حعالجهم الاول وبعدين ارجعهم؟ معنى كده ان التلات افلام بتوع توبي ماجواير والفيلمين بتوع اندرو جارفيلد كانوا فيس؟ مطلوب بس ياخد الدواء وكل حاجة كانت هتبقى تمام؟ دي حاجة مؤذية لمفهوم الشرير من اساسه وحاجة كان يمكن علاجها بمحاولة العثور على قاسم مشترك ما بينهم والقاسم المشترك ده موجود بالفعل ان كلهم في الاساس شخصيات كويسة كان ممكن يبقى مقبول لو رجعنا للنقطة اللي تسببت في تحولهم وشفنا ساعتها ازاي ممكن يتم علاجها مش ببساطة تطوير علاج ومش بدرجة الاسرار العجيبة دي من بيتر باركر بيتر باركر اللي فيه فيلن مات بالفعل وهو بيحربه اه اكيد ما كانش يقصد واكيد ما هواش مبسوط بس ما شفناش عليه الحمل النفسي المرعب ده يعني الموضوع كان ممكن فعلا يدايقني بس ارجح واقول لكم المكافآت يا جماعة مكافآت متتالية ومتدرجة باشباع الاسئلة البسيطة وبعدين الانتقال للاسئلة الصعبة الناس في السينما كانت بتهيص مع ظهور دوك اوك وبعدين ظهور The Green Goblin حتى قبل ما نعرف اذا كان ويليم دفو شخصيا موجود ولا لا وبعدين ظهور ويليم دفو لان شخصيته هي اللي بتشكل التحدي الاكبر لبيتر باركر المرتبط باللحظة الاكثر حزنا في الفيلم كله مقتل مي موته مي يا جماعة وعمركوا شفتوا قصوة اشد من كده مشهد حزين ومظلم وصادم بس مسح المشاكل اللي كانت قبله باستيكة معادش مهم بقى ايه اللي وصلنا الهنا المهم ان الحدث المرعب ده حط قدام بيتر باركر تساؤل انت ما كنتش موافق ان الاشرار ده يترجع العالم بتاعهم عشان تموت هل ممكن تفقد الامل في نورمان اوسبورن لدرجة ان انت اللي تقتله ومن هنا بننتقل لاحد اعظم اللحظات في تاريخ السينما ظهور اندرو جارفيلد و توبي ماجواير اللي كان حيبقى كافي جدا لو كانوا طلعوا معانا في اخر فصل في الفيلم المواجهة الاخيرة الصراع الاخير ده يعمل له دخول ملحمي وده يعمل له دخول ملحمي ونشارك النهاية بشكل او باخر وخلاص لكن يا جماعة دول بيقوموا ببطولة النص التاني من الفيلم بالكامل مشاهد كتير ومشاهد صعبة ومشاهد معقدة الناس دي صورتها امتى؟ كانوا بيخرجوا ازاي وبيسافروا ازاي وبيروحوا ازاي ويشتغلوا ازاي ويرجعوا محدش حس والحاجات المخيفة اللي عدينا بيها معاهم عدينا على حاجات كتيرة جدا في شخصيتهم وفي رحلتهم حاجات مهمة بتتحكم في تعرفهم وحاجات هزلية موجودة علشان تبسط الجمهور نقاط قوة ممتازة بنفكر الناس بيها نقاط ضعفة كان عندنا معاها مشاكل وفي الفيلم ده بنعالجها ومش هقدر احصر اللحظات الملحمية الايقونية اللي حنقعد نتكلم عنها سنين وصولا للصراع الاخير اللي ممكن يكون المرحلة الوحيدة اللي الفيلم اكتفى فيها باللي بيقدموا للمشاهدين من خدمات على حساب الاتقان الفني والتقني بعكس مشهد مطاردة الاعلام في بداية الفيلم بعكس مشهد الصراع اللي على الكبري بعكس المشهد المهم جدا للصراع داخل المبنى بتاع بيت هابي دي مشاهد كان فيها ابداعات فنية وتقنية مشهد المواجهة الاخيرة مش على نفس المستوى بس ده المشهد اللي فيه تلاتة سبايدرمان بيحربوا مع بعض وبيتبادلوا جمل وبيتبادلوا اعترافات وبيتبادلوا نكت واندرو جارفيلد بينقص زندايا قبل ما تموت وبيتر باركر بتاعنا بتاع عالم مارفل السينمائي بيواجه معضلته الاخلاقية الكبرى داخل درع كابتن امريكا اجمل رمز درامي في الفيلم كله وبعدين في النهاية بنخلص للمصير الملعون لأي بطل خارق في العالم بتاعنا لازم يضحي لازم يتخلى بايده عن كل حاجة بيحبها من اجل انقاذ العالم نغمة حزينة جديدة الفيلم بيتجرق ويخلينا نعدي بيها في نهاية احداثه شوية نضج درامي كمان مرة ما كانش مطلوب ولكن الفيلم اخلص ليه كده بعد ما عرفنا كل الناس اللي كانت موجودة في الفيلم ممكن نتكلم بسرعة عن الاداءات التمثيلية بتاعت الجميع وهي جيدة جدا عند الجميع وممكن تصل لدرجة ممتازة بس ما بين توبي ماجواير واندرو جارفيلد انا هتحيز شوية لاندرو جارفيلد يمكن عشان عنده لحظات اجمد شوية يمكن عشان بان عليه انه متحمس اكتر او يمكن عشان هو لظهر الاول مش متأكد بالضبط بس ده مش مقصود منه اي تقليل من توبي ماجواير اللي برضو كان عنده لحظات جمدة جدا 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 في الفيلانز هتحيز برضو لالفريد مولينا جايز فعلا انا بتحيز للناس دات عشان هي لظهرة الاول بس بجد هو افضل اداء عجبني في الفيلانز كلهم بفارق بسيط جدا عن ويلم دفو اللي من الواضح انه كان عنده سراعات اصعب جيمي فوكس برضو ما حستش انه كان على نفس درجة الحماس والحد هنا والمفاجآت ما انتهتش مشهد اثناء تيتر النهاية ومشهد بعد تيتر النهاية مشهد منتصف تيتر النهاية مخصص لفينم وهو استكمال لمشهد ما بعد تيتر النهاية في فيلم فيلم لات داربي كارنج استدعاء ايدي بروكو وفينم للعالم بتاعنا ومحاولة فاهم ايه اللي حصل ولكن حبيبي ما بيلحقش وبتم اعادته للعالم بتاعه ولكن في حتة من فيلم بتفضل في العالم بتاعنا مشهد حلو وجامد ولكن زعلني شوية لان على ما يبدو ايدي بروكو اللي هو توم هاردي حيفضل فيلم في العالم بتاعه اما فيلم اللي حيقابل بيتر باركر فهو هيكون حد تاني واحنا عارفين ان فيلم مش بس ايدي بروكو فده بيفتح الباب لممثل تاني يدخل معانا في اللعبة وده شيء كويس بس طبعا انا شخصيا متدايق انه على ما يبدو مش هيكون توم هاردي اتمنى اكون غلطان ولوليكم نظريات في المقطة دي يريد تساهموا بيها مشهد ما بعد تتر النهاية في الآخر خالص بقى ما هواش مشهد قوي نقدر نعتبره تيزر تريلر لفيلم دكتور سترينج الجديد The Multiverse of Madness لو انا فاكر صح تسلسلات كتير ولقطات كتير ولكن للأسف فيهم حاجة تخوف وهي الاعتماد على المسلسلات واندا ماكسيموف ظهرت واحداث مسلسل واندا فيجن تم الاشارة ليها وعلى ما يبدو جانب مهم من اللي تم تناوله عن دكتور سترينج في مسلسل What If اللي انا شخصيا ما شفتوش فهل متابعة المسلسلات داية بقت شيء مهم ولا حيتم اعادة تقديم الخلاصة داخل الفيلم نفسه اتمنى ان الاحتمالية التانية هي اللي تكون صحيحة لان الاحتمالية الاولى تجارية سيئة هتجبر المشاهد انه يتفرج على حاجات يمكن ما يكونش عاوز يتفرج عليها دا كفاية اصلا الربطة المحكمة بتاعة افلام عالم مارفل السينمائي نفسه فاجبار المشاهد على متابعة المسلسلات كذلك هتبقى حركة مشيك دا كل اللي خطر على بالي في الوقت الحالي ان شاء الله هيكون عندنا منقشة عن الفيلم على البث بتاعنا على نيمو لما اعرف ما عادها بالضبط هقولكم عليها على تويتر لو ظهرت فيها منقشات اخرى وتساؤلات اخرى ممكن برضو نلخصها وننزلها في حلقة جديدة الف شكر لحضراتكم على المشاهدة وبي باي اشتركوا في القناة